وللوقوف على تطورات عملية المخلب القفل التركية ضد ميليشيات حزب العمال الكردستاني ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول للصحفية التركي حمزة تكين مرحبا بك معنا سيد حمزة سياكم الله يعني هناك اتفاق بين الحكومة في العراق وبين تركيا بضرورة أن يكون هناك عمليات عسكرية تقوم بها الحكومة التركية أو يقوم بها الجيش التركي ضد تنظيم البكاكا ولكننا نسمع بين الفين والأخرى تصريحات من الحكومة العراقية حول هذا الموضوع ولماذا تصدر هذه التصريحات طالما هناك اتفاق؟ طبعا الاتفاق موجود بين الجانب التركي والجانب العراقي وهو مؤكد بنسبة 100% والتنسيق موجود حتى في العملية هذه أو فيما يتعلق بالعمليات الساق ضد بكاكا الإرهابي شمالي العراق ولكن اليوم هذه التصريحات الإعلامية التي نسمعها من الحكومة العراقية برأي هي تتعلق بشأن عراقي سياسي الداخلي ولإرسال رسائل داخلية خاصة بين العراقيين ولكن هذه التصريحات بكل تأكيد ليس لها أي تأثير قانوني على العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم الإرهابي ولا تستطيع أصلا اليوم الحكومة العراقية أن تثبت أن تركيا بين قوسين كما يدعي البعض تعتدي على السيادة العراقية أو تنتهك السيادة العراقية لماذا؟ لأنه مجرد أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة الشرعية في بلد ما فإن الطرف الآخر لا يكون معتديا ويخرج من دائرة المعتدي ومن دائرة الاعتداء أي يدخل في دائرة التعاون والتنسيق وبالتالي على الورقة والقلم إذا صح التعبير ومن تحت الطاولة هناك تنسيق وهناك تعاون حتى ليس فقط بين بغداد وبين أنقرة بل أيضا بين أنقرة عفوا وبين أربيل لكن يبدو أن هناك موقف آخر للميليشيات التي أصدرت تقارير عراقية ودولية غربية أن الميليشيات في العراق تنسق وتدرب وتمول ميليشيا بيكا كي التي تقوم بعمليات ضد تركيا وربما هذا الموقف الذي نسمع من الحكومة التركية صادر عن هذه الميليشيات يعني حسب إذا فهمت النقطة بشكل جيد أي أن هناك ميليشيات غير تنظيم بيكا كاليرهابي يدعمون هذا التنظيم الإرهابي إذا كان هذا الأمر صحيح في الداخل العراقي فهذه أيضا مسؤولية تقع على الحكومة العراقية وليس على الجانب الألالة تركيا الحكومة العراقية تقول بشكل واضح في السر والعلن أنها ترفض أن يكون العراق منطلقا لعمليات إرهابية ضد دول الجوار أو منطلقا لأي تحرك يزعزع أمن دول الجوار وبالتالي هذه النقطة اليوم تستدعي من الحكومة العراقية بشكل واضح ومنطقي تستدعي منها العمل على منع دعم هذا التنظيم وإلا إذا تركت تلك الميليشيات تدعم هذا التنظيم الإرهابي عمليا على أرض الواقع فإننا سنكون في المستقبل أمام تهديد واضح وصريح لوحدة الأراضي العراقية من قبل هذا التنظيم الإرهابي بيكا كالي لأنه ليس سرا هذا التنظيم يرفع شعار تقسيم العراق وهذا أمر واضح وبالتالي اليوم محاربة هذا التنظيم من قبل تركيا لا يخدم فقط الأمن القومي التركي ولا يحمي فقط الحدود التركية أو الجيش التركي أو المدنيين الأتراك بل كذلك يحمي وحدة الأراضي العراقية اليوم أكثر جهة ستكون متضررة إذا سار من يريد أن يسيط بتقسيم العراقية تركيا وبالتالي من غير المنطق اليوم أن تتهم تركيا أنها تعمل لتقسيم الأراضي العراقية اليوم القضاء على تنظيم بيكا كام يحمي الحدود العراقية كما يحمي تركيا وهناك تصريحات رسمية من قبل مسؤولين عراقيين في بغداد أو كذلك في أربيل ينادون بدرورة التخلص من هذا التنظيم الإرهابي وينادون أن هذا التنظيم يهدد المدنيين العراقيين وبالتالي محاربة هذا التنظيم تحت أي شعار كان من قبل تركيا يخدم اليوم الجانب العراقي كما يخدم الجانب التركي ويؤدي في المستقبل لنزيد من تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل هذه نقطة تدفعنا للسؤال التالي هل الحكومة في العراق عاجزة عن طرد هذه الميليشيات من أراضيها وبالتالي توفير هذا الجهد وهذه الانتقادات على تركيا التي تقوم بالدفاع عن أراضيها من ناحية أخرى أم أن هناك دعنا نقول غرض ما من إبقائها في الأراضي العراقية نعم سيد الكريم اليوم هناك البعض يقول أن يتغنى أن الجانب العراقي الحكومة العراقية حاربت تنظيم داعش الإرهابي وقضت على هذا التنظيم الإرهابي في بعض المناطق العراقية وفي نفس الوقت يقول أن الجانب العراقي عاجز عن محاربة تنظيم بيكاكا الإرهابي وبالتالي هناك ميزان مختلف بهذه النقطة يجب على من يتحدث بهذه اللهجة من الجانب العراقي أن يحصل قراره هل اليوم الحكومة العراقية قادرة عسكريا وأمنيا واستخباراتيا على ضرب بيكاكا في الشمال العراقي وبالتالي سحب الذريعة من الجانب التركي اليوم نحن بشكل صريح اليوم فلتسحب الذريعة من الجانب التركي وبالتالي لا تعتني تركيا في المستقبل على الحدود العراقية والسيادة العراقية بين قوسين وبالتالي كيف نمنع تركيا من هذا الأمر كيف نمنع تركيا من التدخل في الشمال العراقي كيف ندعو تركيا أو نجبر تركيا على سحب جنودها من الشمال العراقي الأمر بسيط اليوم تركيا تتذرع بوجود تنظيم بيكاكا الإرهابي في الشمال العراقي الأمر بسيط تقوم الحكومة العراقية بعمل عسكري للقضاء على هذا التنظيم وفعلا يتم القضاء عليه وبالتالي لا يعود في المستقبل بيد تركيا أي ذريعة للتدخلات في الشمال العراقي الأمر منطقي والأمر بسيط وإذا تدخلت تركيا لاحقا عند القضاء على هذا التنظيم من قبل الجانب العراقي فأنها ستكون لاحقا دولة معتدية ودولة يمكن مقاضاتها ودولة يمكن التقدم بشكاوى تجاهها أمام الأمم المتحدة ولكن طالما أن التهديد موجود فإن تركيا لها الحق القانوني والشرعي وبين الأعراء والأعراف الدولية بالتدخل عسكري لحماية حدودها وأمنها ومواطنيها ما الذي حققته عملية المخلب القفل حتى الآن أستاذ حمزة؟ ضربة من الناحية العسكرية ضربة قوية لهذا التنظيم أستاذ الكريم يجب أن نكون واضحين هذا التنظيم استغل انشغال العالم بالأحداث الكبرى الجارية خاصة الحرب الروسية على أوكرانيا وكاد يقوم بإعادة تنظيم صفوفه لشن عمليات كبرى ضد الجانب التركي في المرحلة المقبلة وهذا ليس سر خرج أحد قادة هذا التنظيم قبل أيام على الإعلام وقال صراحة نحن سنضرب عمق الداخل التركي أي كان لديه خطط لبدء عمليات إرهابية جديدة ضد الحدود التركية وضد المدن التركية الكبرى لذلك هذه العملية استباقية ضد مواقع هذا التنظيم بالضربة الأولى في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين الماضي تكبد هذا التنظيم خسائر مادية هائلة الآن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية تشير إلى نحو 60 من عناصر وقادة هذا التنظيم تم تحييدهم إلى جانب مصادرة الآلاف ليس مئات الآلاف من القطع الحربية من رصاص وصواريخ وقنابل وعبوات متفجرة صادرها الجيش التركي من كهوف ومغاوير ومغارات تلك في الشمال العراقي تلك التي كان يستخدمها عناصر هذا التنظيم الإرهابي والمتوقع خلال الأيام المقبلة أن يزداد زخم هذه العملية ضد هذا التنظيم وبالتالي سنكون أمام إحصائية أكبر لخسائر هذا التنظيم طبعا يجب أن نشير أيضا إلى أن هناك عدد من الشهداء في الجيش التركي ارتقوا خلال هذه العملية وبالتالي الأمر ليس لعبة والأمر ليس نزهة تخوضها تركيا لخماية حدودية بل هي حرب حقيقية ضد هذا التنظيم وضد من يدعم هذا التنظيم سياسيا وإعلاميا وعسكريا واستخباراتيا الحرب مستمرة ضده بكل الأحوال بكل تأكيد عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي التركي حمزة تكين شكرا جزيلا لك